هنبدأ معاك وجولتنا الرياضية والمنتخب القطري يوضع منافسات كأس العالم 2022 بعد الخسارة من منتخب السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة لجمعتهم على ملعب أثمامة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم وبكده بيعتبر منتخب قطر تاني منتخب مصديف يخرج من الدور الأول بعد منتخب جنوب إفريقيا في 2010 فليكسس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري أكد أن فريقه قدم مستوى جيد خلال مواجهة السنغال وقال كمان حاولنا اللعب بتنفسية لكن ما قدرناش نحقق الفرصة النتيجة قدام السنغال لتعكس الأداء الجيد وهنستعد بكل قوة لمواجهة هولندا وإن كاس العالم هيخلص لكن كرة القدم لسه مخلصتش وهنشتغل من أجل المستقبل بولاي دايا نجم منتخب السنغال تم تتويجه بجائزة أفضل لعب في مواجهة منتخب بلاده مع نظري القطرية وحصد بولاي دايا على جائزة أفضل لعب في مباراة السنغال وقطر ده بعد تألقه للقاء ونجاحه في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب بلاده منتخب إيران حقق الفوز على منتخب ويلزي بنتيجة 2-0 في المباراة لجامعتهم ضمن منافسات الجولة التانية من مجموعة تانية في كأس العالم 2022 على ملعب أحمد بن علي وشهدت المباراة حصول وين هنيسي حارس مرمى منتخب ويلزي على البطاقة الحمرة الأولى في كأس العالم 2022 ده بعد التدخل العنيف على مهاجم المنتخب الإيراني كارلوس كيروش المدير الفني منتخب إيران أكد أنه مغيرش أي حاجة في خطته مع المنتخب الإيراني خلال مواجهة ويلز خصوصا بعض الهزيمة في الجولة الأولى من منتخب الإنجليزي وقال كيروش لعبنا بشكل ممتاز والفوز كان من حقنا واللعيبة في بندية دخولهم أرض الملعب وهم مش خايفين من أي حاجة التعادل السلفي حسم نتيجة مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 0-0 في المباراة لجامعتهم على ملعب البيت وده كان ضمن منافسة الجولة الثانية من مجموعة الثانية في مرحلة مجموعات بطولة كأس العالم 2022 بالنتيجة دي بيواصل المنتخب الإنجليزي التربع على صدرة المجموعة برصيد أربع نقاط والمنتخب الأمريكي في المركز الثالث برصيد نقطتين وإيران في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ومنتخب ويلز في آخر المجموعة برصيد نقطة واحدة كريستيان بوليستش النجم المنتخب الأمريكي وفريقة شيلسين إنجليزي حصل على جائزة أفضل لاعي في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإنجليزي وده بعد الأداء الجيد والقوي اللي قدمه اللاعب طول أحداث المباراة اتعادل لمنتخب هولندا مع منتخب الإكوادور بنتيجة واحد واحد في اللقاء اللي جمعهم على ملعب خليفة الدولي وده كان ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة وبيتصدر منتخب هولندا المجموعة مع الإكوادور بعد تساويهم برصيد أربع نقاط فرانكي دي يونج نجم ببرشلونة ومنتخب هولندا تم تتويجه بجائزة أفضل لاعي في مباراة الإكوادور وقدم يونج مستوى هاي خلال أحداث المباراة لويس فانجال المدير الفني لمنتخب هولندا أكد رضا عن نتيجة التعادل مع منتخب الإكوادور بنتيجة واحد واحد وقال فانجال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه مش حازين بسبب التعادل مع الإكوادور احنا ما خسرناش في آخر 18 مباراة على الرغم من أننا ما كناش جيدين الإكوادور كان عندها 14 فرصة للتسجيل لكن في النهاية سجله هدف واحد بس هيرفي رينارد المدير الفني منتخب السعودي أكد صعوبة مواجهة المنتخب البولندي ولا تتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكأس العالم قطر 2022 وقال رينارد المباراة مهمة جدا وصعبة ضد منتخب قوي جدا وأضاف كمان رينارد احنا موجودين في قطر من أجل التأهل لدور الثاني ونحفظ على توضعنا لأننا لو نسينا الفكرة دي مش هنقدم مباراة جيدة جلال القادري المدير الفني لمنتخب التونسي أكد أنه بيسعى لتحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي في كأس العالم من أجل مواصلة السير نحو تحقيق حلم الجماهير التونسية في مونديال قطر 2022 والقادري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن المباراة أستراليا متوازنة ومتكفأة لازم نكون حاضرين في كل مباراة وإن شاء الله تفويق يكون في صفنا وبكده خلصت جولتنا الرياضية ومتابعتنا لكأس العالم في قطر 2020 هنرجع مرة تانية لأحمد وبسانت علشان نكمل معكم في قراءة صباح الخير يا مصر